أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الاجتماع الحادي وثلاثين لنجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يستكمل الخطوات نحو تحقيق سياسات زراعية مستدامة ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير التعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية بين دول المجلس جاء ذلك لدى تراوس مملكة البحرين اليوم الاجتماع الحادي وثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الزراعة في دول المجلس الذي عقد عن بعد وتناول الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالنظم والسياسات الزراعية وآليات تحقيق الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي والشراكة مع القطاع الخاص كما تم بحث الاجراءات المتبعة لتعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون ومناقشة قانون الحجر الزراعي الموحد وأعداد تصور حول أنشاء بنك للوصول الوراثية واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وقانون نظام البذور والتقاوي والشتلات المعدل وأشار خلف إلى حصول مشروع تطوير النظم المستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون على جائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر وعلى صعيد الثروة الحيوانية أقرى الاجتماع اعتماد الدليل الاسترشادي المحدث للمنشآت البيطرية بالقطاع الخاص المحدث والعمل به بصفة استرشادية لمدة عامين إلى جانب إقرار الخطط الخليجية الاسترشادية لمكافحة الأمراض الحيوانية اشتركوا في القناة